طريقة التعامل معه ازاي كاستاذ؟ مع الجيل ده؟ اه تحديده هو نكبر مخينا بس شوية هو دايما كل جيل زي ما حريك عارف له التحديات والإيجابية والسلبية زي ما هم بإيجابياتهم ان كل حاجة متاحة لهم عبر الانترنت لكن هو جيل بيعاني لان السبق اكبر بكتير عندهم من النيان مفيش حاجة يا احمد ربنا خلاقها في الدنيا صحيح ملحاش جانب ابيض وجانب سود مفيش كل حاجة لها كده ولها كده الشطر هو التوزن الوساطية هي ايه؟ الوساطية هي العدل صح الوساطية هي العدل اما اقولك عكس جبان تقولي شجاع اقولك لا عكس الجبان متهور صح اما اقولك عكس بخيل تقولي كريم اقولك لا عكس بخيل مسرف فالشجاع والكريم هما الوسط الفضيلة وسط بين الرذيلتين يريد كل واحد يعمل كده الفضيلة وسط بين الرذيلتين الوساطية هي العدل صحيح حتى في ايه في القرآن في انا فاهمها بطريقة معاينة كده قال اوساطهم اللي كانوا بتعجنينا اللي قالوا لا ما حدش هيخش علينا ياكل منها وكده في ناس فاكر اوساطهم يعني فيه اخينا جبر منه اخينا صغر منه لا قال اوساطهم قال اعدلهم هو ده العدل الوساطية في العدل صحيح صحيح كلام مع حضرتك يعني ايه ما بيخلص انه في شغف شغف ان مارف